تمارة مصفاء للبترول في إسرائيل وقفت وده أثر على مصر وأثر على دول المنطقة عندنا دعوة أمريكا وبعض الدول استدعاء كل الأجانب من المنطقة اللي هي حوالين حدود إسرائيل بحيث أنه يعني يستدعو مواطنيهم من مصر ده مأثرت طبعا على السياحة المصرية ارتفاع سعر النفط من 7 أكتوبر حتى الآن مما يوازي حوالي 7% مما كان عليه قبل هذا التاريخ بيؤثر في الاقتصاد مع توقعات بارتفاع السلع الاستراتيجية الأساسية بسبب استمرار حرب روسيا أوكرانيا وحرب إسرائيل حماس ده كله دعا بعض المفكرين إن هما يعني يبتدوا يدلوا بدلوهم واحد مفكر كبير قال إنه لابد إن يكون موضوع فلسطين ده أولوية مش أولى ولا تانية ولا تلتة لكن أولوية ربعة كمان بمعنى إنه مش نبطل شغل بقى علشان نقعد نهري بقى ونقول اللي عايزين نحارب وعايزين نخش والتهيص اللي مالوش لازمة ده إحنا بالعقل بنتصرف بالعقل بنبعث مساعدات كثيرة جدا لأهل اللي يستحقوها بالعقل اللي خلانا بعتنا لآخر الدنيا بعتنا وقت كورونا بعتنا حاجات كثير جدا من إنتاجنا من المستلزمات الطبية لأمريكا وللدول المتضررة وللصين كانت أول دفعة يعني وكانت على رأس الوفد ووزيرة الصحة وقتها ومفيش داعي للمشاعر بتعمله بدون حكمة وبدون تعقل أما بخصوص التكلفة الاقتصادية اللي بدأنا يعني نشعر بيها وإنه المواطن عندنا أنا بتكلم على بلدي المواطن عندنا يعني لا يحتمل مزيد من إجراءات التقشف أو مزيد من ارتفاع الأسعار فدخل بعض الكتاب الصحفيين اللي هم وزن الحقيقة بيقولوا إحنا عايزين الدولة تبتدي تتحرك فإنها تأجل على الأقل 24 شهر قابلة للتجديد دفع الديون ومستحقاتها فويدها يعني وما إلى ذلك وكمان تتكلم مع المؤسسات الدولية في تخفيف تعنتها للحفاظ على الاقتصاد المصري ومنح القرض اللي بنتكلم عليه فورا اللي بيقال إنه وصل لخمسة مليار بدل ثلاثة وإنه في نوفمبر حيعملوا المراجعة الأولى والتانية والتالتة معا بقية الدول اللي ليها ديون الكتاب الصحفيين بدأوا يقولوا لازم الدولة المصرية تبتدي مفاوضات أكثر حسما وحزما لإلغاء هذه الديون أو على الأقل جزء منها لأنه ما تحتمل مصر الحقيقة يفوق طاقة الدول مصر بسبب جوارها المباشر لفلسطين بتتحمل زي ما حضراتكم عارفين علاج اللي بيجوا من هناك في حالات خطرة ده كل ده على نفقة الدولة ضعف الاقتصاد اللي تسبب فيه هذه الحرب إذا كان من السياحة أو إذا كان من ارتفاع أسعار السلع الحقيقة حاجات كتيرة جدا جدا فيه أسعار الدهب والبترول والحاجات دي علية يعني في الآخر مصر دولة تستحق أكتر من دول كثيرة جدا 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 أن يقف بجانبها دول العالم كله لأنها لها موقف وموقف محترم وبتدفع تمنه إن هي مش ماشية في الهيصة كل ما أمريكا تقول تجري تقول زي اللي بتقوله أمريكا وكنا قبل كده وشفنا يعني هذا العهد كان إيه كان إيه ظروفه يعني ما كناش بنفتح بقنا إلا بحاجة تأيد اللي بتقوله أمريكا لكن الموقف اختلف ومش كفاية أبدا إن إحنا نتمسك بوجودنا في البريكس وفي تكوينات جديدة تحاول أن تمنح أو تعطي مشاريع في البنية التحتية استثمارات جديدة أو تساعد مصر بالتجارة البينية بالعملات المحلية لكن كل ده بما فيه التأثير على الاحتياطي من النقد الأجنبي كل ده بسبب الحرب فإذا كان مصر ليها موقف العالم كله بيحترمه في الحرب وقدرتها على إدخال المساعدات والسعي الدقوب لوقف إطلاق النار زي ما قدرت مصر قبل كده ثلاث مرات دون كل دول العالم بما فيها كل الدول الكبرى يبقى إذن لابد إنه ده يكون له يعني مراعاة لاقتصاد هذه الدولة مش وقت ما نحتاج لها سياسيا نقول لها معليش الدخال ونقعد نتصل ونتكلم وبعد كده لما نيجي نقيم الاقتصاد بقى نشغل المنظمات بتاعتنا الليل وتصنفها لإتماني عشان ما حدش يديها مساعدات ما حدش يديها قروض ما حدش يروح يستثمر هناك نبتدي نشيع فكرة إن البلد مش آمنة علشان هرب المستثمرين اللي هم أصلا مش نقصين لإن فيه يعني البلد يعني بتعاني زي ما العالم كله بيعاني من حالة ضعف في الاقتصاد وبالتالي في الاستثمار وفي التنمية